شاد وزير الداخلية اللوارك إبراهيم حيدان بجهود اللجنة العسكرية والأمنية العليا منذ تشكيلها في سبيل هيكلة وتوحيد الأجهزة الأمنية والعسكرية جاء ذلك خلال لقائه عدد من أعضاء فريق الموارد البشرية باللجنة العسكرية والأمنية العليا وعدد من الأعضاء من الفرق الأخرى باللجنة وذلك لمناقشة مشروع البطاقة العسكرية بنظام البصمة والصورة لمنتسبي القوات المسلحة والأمن